اشتركوا في القناة وانا سعيد في هاللقاء هذا وفيكم يعني وعطحتون الفرصة اللي احكي فيها بهذه المناسبة واسمحوا لي اني بهذا اليوم اني اقدم تهاني لجلالة الملك بعيده الواحد الستين متمناله العمر المديد لاله ولا جلالة الملك ولا ولي عهده الامين ان شاء الله وان شاء الله يتجاوز كل الصعبات والمؤامرات اللي تؤمر سواء بالداخل او بالخارج نتمنى هذا الحكي والحمد لله في جنود مجهولين في هذه البلد مع جلالة الملك ومع نظامنا منعتز المفتخر تاريخيا من عهد جدهم الرسول عليه الصلاة والسلام اللي تعرض لمؤامرات بنشر دعوته الاسلامية كويس والحمد لله وما زلوا يقدموا التضحيات نعم صحيح والحمد لله وخاص القضية الفلسطينية وقضية القدس هي العزيزة على كل إنسان عربي وأردني شريف بهذه البلد وان شاء الله يتم تحريرها بقيادة جلالة الملك العبدالله وهي مش منحة من أحد الوصاية ولا شيء هي إرث وهي حق شرعي وهم القيادة الهاشمية هم من آل البيت ومن سلالة أحفاد الرسول عليه الصلاة والسلام وهم الحق بالخلافة في كل الأمة العربية والإسلامية هذا حق شرعاً لكن هذه ضريبة بتحملها والحمد لله تأمر عليهم في كل البلدان من سوريا إلى العراق إلى ما زلنا الآن والحمد لله والآن هم نعتز صامدون ونعتز في قيادتنا وقيادتنا الأردن وأرضنا الأردنية هي أهم معلش أكيد هي أمورها المالية صعبة مواردها المش موجودة لكن هي في موقعها الجغرافي التاريخ يشهد إلها وأبناء عمه قتلوا وجده الأول ملك عبد الله الأول استشهد لأجل فلسطين والقدس وما زالوا يقدمه ورح يقدم وإن شاء الله على هالدرب سائري إن شاء الله بإذن رب العالمين بالبداية هيك يا بدنا نحكي أنا وحضرتك بموجز عن سيرتك الذاتية سيرت الذاتية ستي أنا أنتمي إلى عائلة تربيت فيها من والدي خدم في القوات المسلحة استشهد والده وهو جدي الشيخ حتمال الزبن هو أعمامي حوالي خمسة بالحركة الوهابية نعم بعد ذاك الوقت ووالدي الله يرحمه كان طفل صغير كانوا يقتلوا من فيه هذا يقتلوا ودخل إلى المدرسة وتعلم ودخل بالقوات المسلحة وخدم اللي خدموا وقدموا ورافق بمعيد جلالة الملك حسين رحمة الله عليه صحيح صحيح حسين الباني نعم نعم صحيح والحمد لله سيت العزيز عايشين على صيته ولكن تعلمنا درسنا بأحسن مدارس أحسن جامعات أحسن رعاية قدم لنا إياها والحمد لله ما أسأنا ودخلت إلى السلك الدولة نعم صحيح اللي هي رئاسة الوزراء رئاسة الوزراء كان إلي الشرف أني أنا ألا خدم فيها ودخلت فيها في عدة محطات وآخر محطة كانت هي بأيام المزعوم هذا الربيع العربي كلفت من هذاك الوقت كان دولة معروف البخيط رئيس الوزراء بمتابعة شؤون الحركات والحمد لله قمنا في الواجب نعم صحيح اللي إحنا قمنا فيه ويعلم الله بتوجيهات من جلالة الملك لأنه مرة زاربة وقال أنا شو ما يصير ما بدنا أي حق دم نقطة الدم تنزل صحيح خصوصا هذه الفترة كانت فترة في كل الدول ليس في الأردن فقط لأنه بذكر كلماته الله يعطيه الصحة والقوة إن شاء الله يا رب لما حكى براهنوا علينا أنه ينزل دم في الأردن صحيح هذا الكلام وكنا نشوف كان الأشياء الممنهجة كانت تسير والحمد لله انتصرنا لهذا الحكيم الحمد لله وتعدنا مراحل تامة جدا صعبة وكان فيه جملة إلي كمان ما بقدر أنكر قاموا فيه واجبهم مزيادة صحيح لكن الحمد لله سيت العزيز هذا هذا اللي أنا بقدر على سيرتي الذاتية عندي ثلاث أبناء ما شاء الله الله يحفظ لك يا مان ابني الكبير عندي والدتي الحمد لله أنا هي والدي توفى الله يرحمه الله يرحمه والدتي هي منعتز فيها وبعتز في المشير حبس المجالي اللي هو جدي طبعا والدتي وأنا أول حفيد إله مواقفه بقدر أقول لك ياها كيف كانت معركة اللوترون لما أجده تعليمات إنه ما يطلق ولا طلقة كانوا يحتلوا القدس بالـ 48 صحيح على كل وقت طبعا مو شولة وحده كان في رجال موجودين طبعا ما بقدر سواء من الفلسطينيين أو من هذا كلهم كانوا مدافعين لهذا وأوقف هذا الامتداد اللي كان بده يصير وللعلم ما كسر من أي جيوش العالم العربي بمعركة اللوترون اللي الجيش العربي الأردني اللي هي الكتيبة الرابعة نعم هم الوحيدين وهيها موجودة الآن حطوها اليهود معلم عندهم كمعلم إنه كيف هذه الكتيبة قتلت وقاومت إلى لواء كامل لواء اللي يضمي ممكن أربع كتاب نعم أنا مو عسكري لكن أنا عندي عشت في بيت عسكري وعندك خلفية عسكرية صحيح وما أقدر أحكي في أي أشياء ممكن ما أقدر أحكيها لأن هذا تكون أسرار وأنا محتفظ فيها وهي أماني ما أقدر أحكي فيها طبعا ممكن أحكيها عند ولي الأمر هو جلالة سيدنا لأنه أظن كله هذا وولاءنا وانتي ما أنا إلى جلالة الملك والنظام ولا الوطن تبعنا طبعا لكن اليوم تغير المحور يظهر أنه لازم يكون فيه ولاء إلك لبعض المسؤولين لأحنا نرفض ذلك نرفض ذلك لأنه ولاءنا إحنا لا الوطن ولا لقائدنا دائما وأبدا من هنا يعني أنتقل للسؤال يخص حضرتك طبعا سيد سند بخصوص المشكلة اللي واجهتها مؤخرا التي تخص عائلتك المصغرة الخاصة بك ستي هي تفاصيلها أنا ما بقدر أحكي تفاصيلها في أسماء لكن هي موجودة عند المسؤولين الحاليين نعم والمسؤولين السابقين بلشت من 2017 نعم تتعلق في طفل تحت سن القانوني تعرض لأحدى المدارس بدأ أسميلك إياها بالإرهاب الإداري ولا مش التعسف الإداري لأن صارته إرهاب إداري بعلم المسؤولين بعلم المسؤولين وحرم من أوراقه لسنة كاملة لأمور مالية أمور مالية غير محقق ودفع الثمن والحمد لله اتعدالها وهم بلشت المشاكل إنه أنا كوني أنا تجوزت الخطوط والحمر من أي ناحية من أي ناحية هم قلوا كانوا قلوا توجيهات عليا هذا حكي كذب هذا يعني إحنا متربيين في البيت المسؤولين وعبهتنا كانوا مسؤولين بعهد قبل أن يأتي هذه المسؤولين لكن صارت هذه عبارة عن نوع كلمة ممنهجة توجيهات عليا وكان جلال سيدنا يشتكي منها والدليل لما كان يأتي آخر مرة زار رئاسة الوزراء بخبرتي بخدمتي برئاسة الوزراء وفي وجودك أيها مظل كان آخر مرة هذه الزيارة لأجل الحكومة انزلوا للميدان شوفوا مشاكل الناس نبضلكوا قاعدين على المكاتب وفي بعض منهم بكون فيئلهم مواقف سابقة بعض أنا لا أجمل لا تشمل مواقف سابقة قديمة نتيجة مواقف والدي والدي كان في كان فيه أيام بالخمسينات والستينات كان فيه أمور أخطر من الأيام هذه الموجودة ممولة من الخارج لتخريب الأردب وما بدأت تخير فيه تفاصيلها تفاصيلها موجودة والدي فيه محطة من المحطة حاكم الضباط الأحرار بالسابعة وخمسين وكانت فيه بعض الناس ترفض أنه تحكم محاكمتهم هو استعد قام بهذا في الواجب بتكريف من جلالة الملك حسين الله يرحم الله يرحم والحمد لله تمت في نجاح وتوقف هذا الامتداد لبعض أنظمة خارجية عربية مجاورة بتوجيهات من الأيام اتحاد السوفيتي لهذا الامتداد والأردن لها فضل على كل الدولة العربية بموقعها الجغرافية صحيح سلامتك سنتي هذا اللي بقدر أحكيه طيب إحنا حكينا عن المشكلة الخاصة بحضرتك أول شي ابنك وأتوقع والدتك أيضا واجهت مشكلة حضرتك والدتك الحمد لله يمكن أنت تعرفينها صحيح أنا تابعت هذا الموضوع مؤخر هذا اهتمام سنتي كان من شخص أنا أقدر له الاحترام والتقدير اللي هو معالي رئيس الدوان الملكي رجل فاضل أنا مش من نوع اللي بسحج لكن أنا بذكر مواقف صحيح وهذا موجود أنا لست بحاجة أنا مش بحاجة لتسحيج أنا زلم وطني أردني لا أنتمي لا على أشخاص ولا أنتمي لا تسحيج أشخاص هذا صحيح موقف رجل قام في الواجب صحيح وهذا موجود أي حدا بيقدر يشوفه حتى على المواقع التواصل الاجتماعي موجود شكراكم موجود أدي شكرت الجهود والمثابرة للتواصل مع حضرتك وسؤالهم عن والدتك هذا الشيء موجود بعد ما عرف بهذا الموضوع أنا بقول لك قام في كل الواجبات الموكولة الواجبات يعني بيطلح ذا عليها هلا بيزور جلالة الملك بيزور فلا لأنه بيصل للمعلومة وأنا هذا الرجل مش لا شيء يعمل يعمل بحجم الحكومة الأردنية كاملة وأتمنى أن الحكومة تقتدي بشخص زي هذا بأداؤه مش كشخص أكيد طبعا بالأداء فهيك الأردنية وهذا الرجل قديم يعرف كيف كيف يتعامل مع الناس لأنه يخدم عند جلالة الملك صحيح وأي شيء بيصير وهذا اللي بقدر أقوله رح نروح معكم الأفاصل ورجعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قدنا معكم مشاهدين الكرام ومتابعين مع ضيفنا العزيز السيد سنة ركاش الزبن وبرجع برحب فيك عن جدير أهلا وسهلا فيك بالبداية أحب أنوه على شغلة خصوصا اللي عم بيتابعونا حاليا وبتابعوا هذا اللقاء تحديدا مع حضرتك حضرتك ذكرت وذكرنا بالبداية عن المشاكل الخاصة بعائلتك الخاصة وليس مع أحد أو مع أحد الأشخاص بالعائلة الكبيرة صحيح أنا أنا يعني أنا تحدث بتحدث بصفة شخصية نعم بما يتعلق في عائلتي الصغيرة اللي هي أبنائي والدتي وأشقاي لا أمثل أوكي أنا أعتز في قبيلتي وأحترمها وأحترم الكبار الموجودين فيها الكبار أو الصغار قبل الكبار نعم كويس لأن الصغار دائما أهم الكبار هم قياديين لهم الاحترام والتقدير لكن ممكن يكون لهم واقف محدودة ما بقدروا يوصلها لكن لهم الاحترام على الصعيد الشخصي لهم احترام وتقدير بس أنا بحكي بصفة شخصية لا أحد يمثني لا أحد إني أنا يحكي عني بشيء أنا بحكي بصفة كعائلتي اللي أنا أطري أشقاي ووالدتي وأبنائي وزوجتي فقط لا غير فمع الاحترام والتقدير لأله أنا هي موضوع المضايقات موضوع التطنيش من قبل بعض المسؤولين بالنسبة لي يمكن حسابات شخصية لمواقف كوني ابن عكاش الزبن وهذا لي فخر كبير ولا جدي الله يرحمه وهو من والدتي المشير حابس الملمجالي بمواقفه وكل الأردن بتعرفها بشكل عام والحمد لله قدمنا شهداء جدي أبو والدي قدم استشهد هو وعمامي قتل نتيجة في ظرف معين عام أبس عمية 28 والدي له مواقف قريب لجلالة الملك حسين وهذا شرف كبير وسام لئلي كانوا الامتدادات اللي كانت ضد الأردن وما زالت ضد الأردن وذكرت في توثيقات على مستوى هنري كيسنجر أيام محاكم والدي ضبط الأحراب الـ 57 كيسنجر ذكره في مذكراته وهي التاريخ موجود الحمد لله احنا كأردنيين كفلسطين بعيوننا وبقلبنا وتربينا فيها وشربنا الخلاص والوفاء إلى القدس والفلسطينيين بقيادتنا الهاشمية الموجودة من حليب أمهاتنا وهذه غريضة ولن أحد يساوم عليها من أموالها لا عربي ولا إسلامي احنا لحق فيها إن شاء الله رح تتحرم وبقيادة الملك عبدالله لكن أنا أتمنى أنه هذه البلد يكون فيها الأوفياء والمخلصين إلى جلالة الملك وإلى الوطن ولا أنا الأساسي ليس إلى أشخاص بس يظهر إحنا في عصر خلال للأشخاص أنا في مضايقات صارت مطالبات شخصية وهي حق شرعي ودستوري سواء كمواطن نعم كمواطن كمواطن يمكن أنا أدفع ضريبة الوفاء والانتماء اللي كنا فيه وفي منهم بعض كان فيه أبدأ أذكر أسماء هم عارفين نفسهم إذا كانوا أوفياء أو غير أوفياء يمكن صار عندهم غريزة إنه والله هذا ابن فلان أو هذا جده فلان كان ضدنا بس لما كان ضدك يمكن كان ضدك بخصوص خوفه على الوطن خوفه على البلد وسلامتك سيدة العدني أنا قدمت شيء لمعادي رئيس الديوان الملكي لرسالة لجلالة الأردن هو شيخ الأردن هو كبير وما في كبير في هذا البلد الكبير هو رب العالمين رب الكون وفي الأردن الكبير هو جلالة الملك الكبير في عمله وفي أخلاقه في فزعته مع الناس وكل الشعب الأردني انتماؤوا لهذا البلد ونسبة قلة قليلة اللي هي أكيد ولا أنا عمم ما بدأ عمم ولا بدأ أذكر أسماء هم يعرفوا أنفسهم والدي لما حاكم ضباط الأحرار تطرق أحد من كنت حسأل حضرتك على الإساءة اللي طالت صالدك أيضا صار فيه مع ابن عم إلو احترام التقدير إلو كاوا بن عم بدأ رسالة إلى المملكة العربية السعودية لسمو ولي العهد في المملكة العربية السعودية وصار فيه رسالة مضادة استنكار لهذا الحكي طلع أحد الأساء اللي جلالة الملك قبل عدة سنين بكلام ملفظ غير غير لائق وأخذ حسابه وذكر عن تاريخ من جلالة الملك عبد الله الأول إلى لما وصل إلى والدي رحمة الله عليه الله يرحمه أنه أكمل هو من أحد كبار بني سخر أكمل محاكمة ضباط أحرار طرعا ما ذكر اسمه نعم ما ذكر اسمه لكن هو معروف ما في غير له شخص واحد هو وزملاءه والدي والدي مولى حاله أيوه وزملاءه بالجيش كمان قاموا في واجههم تجاه البلد اعتقد أنه إحنا أنه هو هذا محاكمته هي عبارة عن ظلم وهي امتدادها للاستعمار وخدمة للاستعمار ولتدمير الأردن وتدمير فلسطين لا هذا الحكي مو صحيح أنا رح بدرس الآن لأتخذ إجراءات قانونية وبلغت الجهات الرسمية نعم كويس وأحدهم جاوبني شخصين واحد على موقع المسئولية من إدارة مكتبه أظن هو يمكن يعرف يسمعني ورد علي قال لي سوف يتخذ فيه الإجراء المناسب ومن خبرك وما أجاني خبر وأحد أقاربي من كبار بني سخر قال لي هذا عين والدك من الدولة وكان هو ابن الدولة وننتظر الدولة شو تسوي والدولة عندها خبر ولحد الآن ما صار هل اتخذت إجراء فعلي أنا قيد الدراسة وأنتظر رد الدولة إذا الدولة ما اتخذت إجراء أنا رح أتخذ إجراء قبيلتي على رأس وعيني إلها الاحترام والتقدير بما فيهم كبار اللي الآن هم موجودين بني سخر إلهم الاحترام والتقدير لكن هم عدل مؤخذة ما اتخذوا أي إجراء بهذا الخطوة حقوا عن هذا الشخص في كلمات لكن هو أساء إلى جلالة الملك وجلالة الملكة كل الناس بذكروها وأخذ نصيبه نعم وأحنا رسالتي أنا موجودة شكوتي على بعض المسؤولين موجودة عند رجل أمين من رجالات جلالة الملك كويس وأتوقع وعلى يقين أنا إذا ما هو حسب ما في بعض الناس بيقولولي أنه في عالية ضغطات أنها لا توصل أو هذا حكي غير صحيح أتوقع أنه رجل هذا أمين عن جلالة الملك وأتمنى أنه إن شاء الله أنه يكون في جواب لإلها وما بدنا شيش إحنا بدنا حقنا القانوني والدستوري من إساءات صارت وطالت عائلتك وطالت عائلتك وطالت عائلتك واستخفاف يمكن في ناس كانوا يقولوا لي ما بردوا عليك وفي ناس بيقول لك هذه الأسماء يجب أن تنتسى هذا حكي كله كذب طبعا من المغرضين والمتسلقين والآن إحنا أنا شايف بهالبلد الطحالب صارت أسود الطحالب صارت أسود وما حدا بيساوبني أنا ولا حدا بيزاود علي لا على ولائي ولا انتمائي إلى البلد الحمد لله خدمت في رئاسة الوزراء صحيح فوتت شريف وطلعت شريف نظيف عفيف وليقدرنا عليه سوينا والحمد لله رب العالمين إحنا جنود المجهولين في هذه البلد وانت بتطالب حاليا بحق شخصي لإلك مش بحق لفلان أو العلان أو الضر فلان أو علان انت ماشي بإجراءات قانونية وحسب الأوراق الموجودة مع حضرتك وطلعت عليها قبل اللقاءنا هذا انت ماشي بإجراء قانوني مش عم تحكي مع حدا بشكل شخصي أو بتوجه يسأل الشخص معين لكن في إجراءات معينة حدثت بحقك وحق العائلة عندك وانت طالبت كمواطن أردني وحسب القانون والدستور الأردني أنا كمواطن ضمن القنوات ضمن القنوات صحيحة وفي أحد الوزراء أحد الوزراء الحاليين قل لي أنا سويت قلت يا سيدي أوكي فيه شغلة سويتها لكن فيه إجراء لازم يتكمل وأنا ما بقدر أظلم أقول كرئيس وزراء الحالي رئيس الوزراء الحالي إذا يعلم هذه مشكلة بس أنا في اعتقادي إنه كرئيس الوزراء الحالي لا يعلم في أحد وزراء اثنين موجودين كأعتقادك إنه لا يعلم الوزراء الثنين اللي موجودين يعلموا في الموضوع والموضوع أظن أنا أعتقد إنه رئيس الوزراء لا يعلم وإذا العلم موضوع تافه ما إلو قيمة لكن فيه شيء ممنهج موجود وما بدا أدخل في تفاصيله أنا ما بدا أدخل في تفاصيله لعدة أسباب ولا بيحكي على أي إنسان لكن فيه إنه حقوق بدتيجية إذا فيه بعض الأقارب متخاذلين أمور شخصية لا إلهم لا أما توصل الإساءة إلى والدي في مواقع زي هيك توصل إلى حقوقي توصل إلى أبنائي وأبلغ ضمن الإحترام والأدب للمسؤولين الحاليين وإذن دون تجاوب خاصة بأمور عسكرية بعهد والدي وعهد جدي الله يرحمهم الله يرحمهم ولم يتخذ إجراء لو مجاملة لو مجاملة لكن يظهر أنه فيه عندهم قنوات بيحكولهم أن كلها تردوا عسنا لا فيه سيد للبلاد وما في كبير موجود الكبير هو جلالة الملك نعم من بعد رب العالمين أكيد والحمد لله رب العالمين مؤامرة على أولادي زي ما قلت لك كلهم وعلينا كعائلة وسلامتك هذا اللي بقدر أحكي فيه طيب آخر رسالة بتوجهها لكل حدا عم بشوف هذا اللقاء هم بدي رسالة من شقين نعم الرسالة الأولى الله يجعل الأمل والأمان آمين يا رب للوطن العزيز آمين يا رب و بقيادة جلالة الملك هو ليعهده الأمين اللي يتلقوا الحقد والحسد من بعض الأشخاص الخارجي والداخلية في هذا البلد والله يقوي يا رب و و كمان شو بدي أقول لك هم من عائلة هم حفيدة الرسول و أذكرهم عليه الصلاة والسلام رسول عليه الصلاة والسلام تعرض جدهم الأول هو سيدة محمد تعرضوا للمؤامرات وهو موجود من أقرب الأقارب إله لنشر دعوة الإسلامية والدينة الإسلامية نشر كلمة الحق فلكن وهي التاريخ بمشي وما زال هاشمية من أهل البيت والله هم صلي على سيدنا محمد وآله سيدة محمد وهم وجلالة الملك عبد الله هو من أهل محمد نعم صحيح وهم حق بالخلافة في الأمة العربية والإسلامية والقدس سترجع على إيده إن شاء الله إن شاء الله يا رب نتمنى ذلك ورسالة الثانية لأجهزة الدولة لا يظلموا ناس لا يظلموا ناس واللي عندهم أفق ضيق لازم يتحيدوا لازم يتحيدوا لازم يتحيدوا وما تدخلوا الأمور الشخصية اللي موجودة خلوا لازم يكون الهدف زي ما إحنا تربينا عليه من الأباء والأجداد والقيادة اللي بدهيها إنه إحنا له كل المواطنين وكل الشعب وكلنا أسرأ واحد صحيح وإيد واحدة بقيادة رائعة جدا والقيادة رائعة نعتز ونفتخر فيها في كل العالم صحيح صحيح وإذا بدأ ذكرك بشغلة هل مرات جلالة الملك إذا بتلاحظ بيزور العميد فلان لأنه بتصل إلى المعلومة لأنه مريض بروح بزوره يعني بقى وزي ما قلت لك بالبداية إنه زار رئاسة الوزراء انزلوا للميداد نعم انزلوا للميداد طبعا هي الملك عبد زلالة سيدنا عم بزوره وبينزل وبروره وأنا نشد الشعب إنه لا يطلع على المهاترات والمراهقات السياسية الخارجية والداخلية أنا بسميها دكاكين دكاكين تسويق شخصية بعضها في من يسوي حاله معاروة مشان بيجو وزير في شغلة بدأ قول لك يا لما تحاكموا ضباط الأحرار والدي قال لي ياها قال لي في أحد الناس سأل جلالة الملك قالوا ليش ما عدمتهم قال إذا بدأ عدمهم بدأ سويهم أبطاء بس أنا أعطيت شو الغرائز اللي موجودة اللي موجودة عندهم أنا ما شفه طريقي رسالتي لازم تصل لجلالة الملك إن شاء الله يا رب والحمد لله ما بدنا غير حقنا وحق أبنائي اللي أسيء لهم وأسيء لأعالة الصغيرة وما بدأ دخل في تفاصيل تفاصيلها موجودة بأجهزة الدولة موجودة خاصة عن مكتب بيت جلالة الملك وإن شاء الله إنه رح يكون في جواب عليها إن شاء الله يعني والدولة هلأ بمكن تسمعني مسؤولين وزراء وغير وزراء بعرفوا شو اللي أنا اللي حكيته ولي شو اللي أنا موضوعي وأتمنى إنه عادة بيصير إنسان بقدم شكوى بيجي المضاء لإله بيقولك هذا واحد اثنين ثلاثة أربع لا مصابقا طرف وطرف المقابل بيقولك إنسى نحن عارفين الدرس على خمس وعشرين سنة لو تعلمت كل يوم حرف عارف شو بسين كل ما يقال غير صحيح في وثائق في شي موجودة وبدأ نوه لشغلة إنه أنا فصدت أحكي عن تاريخ من عام خمسين نعم لغاية السبعين لغاية إحنا تاريخنا هذا شو المؤامرات اللي صارت على الأردن شو العواصف اللي أجت على جلالة الملك حسين ولآن عم تيجي على جلالة الملك لكن إحنا كنا إلها بالمرصاد وناشد كل إنسان شريف لا يطلع إلى المغرضين لهذا البلد والله يقوي جلالة الملك وكل عام هو بخير وبصحة وسلامة ويديمه دائما بصحة رعاك يا رب ويبعد عنه الشر يبعد عنه الشر والحسد خاصة اللي صاحب السمو الملكي ولي العهد اللي هو درس مع ابني راعد في الطفولة في الإيمان سنتر وهم في نفس المدرسة الله يحميه من الحقد وسلامتك ستة العزيز وإن شاء الله تحرر فلسطين بإيدينا بإيدي رب العالمين يا رب وإيدي فيه كل خير وأنا شاكر لإلك على هاللقاء ورح أحكي عن سلسلات الحمد لله إن شاء الله حيكون لنا عدة لقاءات بينهن رب العالمين كل الاحترام لحضرتك وشكرين للكم مشاهدينا لمتابعتكم إلنا وإن شاء الله مكملين معاكم وحيكون في كل حلقة موضوع معين نحكي فيه وأكيد رح نتابع معكم الضيف كل موضوع بينحكي فيه شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر